111 منزلا مهددا بالإزالة حي السلام أحد أحياء كربلاء بعد تحديد حدوده وتقسيمها وبعي عراضيها للمواطنين وفق إجراءات أصولية وحصولهم على سندات على الرغم من ذلك وبمرور السنوات يكتشفون إنها مزورة ويجب إزالتها نحن ناس اشترينا عقارات قطع عراضي بسنة 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 111 عقار اللي اشتريناهم هاي العقارات اللي اشتريناهم اخذ عليهم قدمنا عليهم إجازات بناء وبنينا عقاراتنا من فحصوا العقارات قالوا هذاني عقارات مزورة زين من اتزورهم أنا مشتري رابع شخص أنا أنا رابع شخص المشتري اللي هو أنا مشتري من أحمد نابم أربع عقارات زين أحمد نابم مستنم حتى إجازة بناء وطالع من مديرية بلدية كربلاء وبعد مرور 20 سنة تقريبا تكتشف الجهات الحكومية أن هذه المنازل غير رسمية غير أن الأهالي يحملون بين أيديهم ويثبتوا عكس ذلك مطالبين بتثبيت ملكية منازلهم كون بلدية كربلاء والتسجيل الأقاري من يتحمل ذلك على حد قولهم اشترينا بأصوليين ومنطاب وبلدية سنة 25 إجازة بناء تثبيت حدود وبنينا بلد الفين وسقعية 2005 إلى 2006 أشترينا بلد 59 إلى 2010 قالوا قطع مزورة زين إحنا مزورة شنو ذربنا إنت من الطي في السنة وطي فيSD بناء وخليتها أبني وإحنا عوال 111 أقار كل بيت أقل ما يقل بي فدأ 25 نفر زين إحنا وين نروح؟ يعني أصابة مثل بالبلدية هي اللعبة بيها وزورت ما فيات زورت لأنه أنا شنو ذنبي قاعد تستقطع من عندي أعفاء تستقطع من عندي السلرة مال مصارش وتستخطع من عندي ضريبة وتستخطع من عندي كشو تالي اخر شيء انه البيت مزور يفن المواطن وعمره من اجل جمع مبلغ شراء منزل او قطعة سكنية تأويه وعائلته من التشرد او الضياع في الطرقات من ثم تذهب بمجرد اجراء خاطئ يتحمل اقباه اهالي حي السلام من كربلا جاسم الهميم التغيير اشتركوا في القناة